اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان العزم الذي ينطلق منه ابناء الوطن نحو تعزيز اسهاماتهم بكفاءة عالية في كافة المجالات وتحقيق المنجزات المتتالية في المحافل الاقليمية والدولية هو محل فخر دائم ومنه يستمد الجميع العزيمة لمواصلة العطاء باخلاص وتفان لتكون مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بظهر لاورعى دائما في مقدمة الدول بانجازات امنائها على كل سعيد جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ المهندس جاسم الشيراوي أمين عام منتدى الطاقة الدولي حيث هنأ سموه المهندس الشيراوي وذلك بمناسبة انتخابه أميلا عاما جديدا لمنتدى الطاقة الدولي وهو ما يؤكد ما يتمتع به من خبرة وطلاع كبير أهله لنيل هذه الثقة كأول أمين عام لمنتدى الطاقة الدولي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز إسهاماته على سعيد النفط والغاز والطاقة أشار سموه إلى الأهمية التي تمثلها المنظمات الدولية في تعزيز التعاون بين الجميع في المجالات المختلفة والعمل على تطويرها بما يحقق التطلعات المنشودة لها ومنها المنظمات والمنتديات التي تعنى بمجال النفط والغاز من جانبه أعرب المهندس جاسم الشيراوي عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص على دعم كافة أبناء الوطن في مختلف الميادين مؤكدا مواصلة الجهود بما يعزز من مكانة مملكة البحرين ويحقق رفعتها في المحافل المختلفة ترجمة نانسي قنقر